حقول نفطية مشتركة مصطلح مررته إيران لم يكن معروفا قبل عام 2003 حيث استخدمت طهران النفط العراقي واستثمرته بنجاحا على مر السنين لتجنب العقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا موقع أويل ريبورت صلت الضوء على نهب النفط العراقي على الحدود من قبل إيران وقال إنه غالبا ما يتم حفر النفط الموجود على الجانب العراقي غير الخاضع للعقوبات من الحدود من نفس الخزانات التي يتم حفرها على الجانب الإيراني الخاضع للعقوبات وفي بعض الأحيان من خلال الحفر الموجه الأفقي لمسافات طويلة الموقع بيّن أن مبادرة التطوير الجديدة لحقول النفط بين إيران والعراق ستشهد تكليف شركات محلية في الغالب يرتبط العديد منها ارتباطا وثيقا بالحرس الثوري الإيراني أو وكلائه في العراق بمهمة زيادة عائدات استخراج النفط من الحقول الحدودية الأصغر في حين تأخذ الشركات الصينية زمام المبادرة في المجالات الأكبر ولفت الموقع إلى أنه حتى لو قام الأمريكيون أو الأوروبيون بتعقب كل منصة منتشرة بحقول النفط الحدودية فلن يتمكنوا من معرفة ما إذا كان النفط الذي يستخرج من الجانب العراقي أم من الجانب الإيراني وبحسب موقع أويل ريبورت سمح هذا لعقود من الزمن بإعادة تسمية النفط الإيراني ببساطة من المصدر ليصبح نفطا عراقيا يمكن شحنه إلى أي مكان في العالم كما تمت إضافة طبقات أخرى من التعقيد لزيادة التعتيم على الأصل الحقيقي للنفط تتمثل إحدى الطرق الفعالة بإيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال لأنظمة التعرف الآلي الخاصة بالسفينة ما يزيد صعوبة تعقبها وهناك طريقة أخرى تتضمن ببساطة الكذبة بشأن الوجهة النهائية للسفينة في وثائق الشحن وفي خطة رحلة السفينة وقد تم الاعتراف بهذا الإجراء المعياري الإيراني لتجنب العقوبات علنا عام 2020 من قبل وزير النفط الإيراني السابق بيجين زنجانا وتابع الموقع أن أحد أسباب بقاء أسعار النفط منخفضة نسبيا على الرغم من الحروب في أوكرانيا وفلسطين هو أن إيران كانت تنتج نفطا أكثر بكثير مما هو معروف بموافقة ضمنية من الولايات المتحدة وينبع هذا الإذعان من رغبة البيت الأبيض في تجنب ارتفاع أسعار الطاقة الذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ما يهددها بركود اقتصادي نهيك عن تأثير ذلك على الانتخابات الأمريكية